هجوم مشترك من المحافظين والعمال على جورج جالوي بعد فوزه في انتخابات روتشديل التي قادته للعودة إلى البرلمان البريطانية رئيس الوزراء ريشي سونك قال إن فوز جالوي مثير للقلق بينما اعتبر زعيم المعارض العملية سحب مرشحهم من الانتخابات السبب في فوز جالوي من المثير للقلق أن الانتخابات الفرعية في روتشديل أعادت مرشحا يرفض فضاعة ما حدث في السابع من أكتوبر ويمجد حزب الله ويؤيده نيكي جريفين الزعيم العنصر السابق للحزب الوطني البريطاني جالوي فاز فقط لأن حزب العمال لم يكن لديه مرشح يؤسفني أنه كان علينا سحب مرشحنا والاعتذار للناخبين في روتشديل تصريحات المعارضة والحكومة جاءت قبيل ساعات من توجه النائب الجديد جورج جالوي للبرلمان لأداء اليمين الدستورية جالوي عبر عن احتقاره رئيس الوزراء ومواقفه لا أحد يهتم لتمثيل الدرامي لريتش سوناك أمام مقر الحكومة هذا التمثيل والكذب لا يقلقنا لأن الناس في روتشديل قالوا كلمتهم وأرسلوني للبرلمان من النادر جدا أن يتفق العمال والمحافظون حول موضوع معين ولكن يبدو أن الوقوف خلف إسرائيل وإرضاء اللوب الإسرائيلي في بريطانيا يرونه مفتاح الفوز في الانتخابات المقبلة عودة جورج جالوي للبرلمان ليست فقط مغضبة لرئيس الوزراء والمحافظين ولكنها أيضا قد تكون المسمار الأخير في نعش حكومة طالتها مشاكل إدارة وفساد وحاليا مشاكل أخلاق بسبب موقفها من الحرب في قطاع غزة عمر بشير الغد لندن